الاراضي الفلسطينية المحتلة وضبنا مخططات حكومة الاحتلال للاستيلاء على كافة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وإقامة المستوطنات عليها يقوم المستوطنون بدفن موتاهم في أراضي الفلسطينيين لتهويدها ومصادرتها إلى التفاصيل قوات الاحتلال تستغل الموت الطبيعي للمستوطنين كأسلوب لتعزيز الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية إذ يتركز أربعون بالمئة من قبور المستوطنين في الضفة الغربية على أراضي بملكية خاصة وهي إحدى الحيل لنهب الأراضي الفلسطينية فمعظم المقابر تقام على مسافات بعيدة من المستوطنات تصل إلى مئات الأمتار الأخطر إما في التوسع الهيكلي لطبيعة المستوطنات والنظر بالمعنى الاستراتيجي لهذا التوسع الاستيطاني أو محاولة ربط المستوطنات في مناطق وأراضي على حساب الأراضي الفلسطينية وتعزيز الأمن الإسرائيلي في هذه المناطق وبالتالي السيطرة بطرق مختلفة مبررات مختلفة للاستيلاء على الأراضي انتشار المقابر ليس في منطقة واحدة هناك كل مستعمرات الضفة الغربية تقريبا في الشمال والوسط والجنوب فيها مقابر وهذا يعني أنهم يريدوا أن يظهروا للمستوطنين والمستعمرين ومكنهم يعيشوا إلى الأبد ولا يوجد طريق للعودة للأراضي المحتلة عام 1948 في ظل هذه السياسات الإسرائيلية التي تريد أن تجسد حياة طبيعية للمستوطنين في مناطق الضفة الغربية هذه المقابر موزعة في عشر مستوطنات في الضفة الغربية دفن فيها ما يقارب 1400 مستوطن وبينما تصادر سلطات الاحتلال هذه الأراضي بذرائع أمنية ولأغراض عامة بالالتفاف على القوانين فإنها تستبد في مقابر الفلسطينيين لسيما في مدينة القدس المحتلة والتي تتعرض للاعتداء والنبش المستمر أكثر من 600 قبر موجودة في عشر مستوطنات تهدف هذه الإجراءات للاستلاء على مزيد من الأراضي ولتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ونذكر بما حصل في مقبرة باب الرحمة قرب أسوار القدس حيث صادرت بلدية الاحتلال مساحة من أرض المقبرة لعمل حديقة تورتية وحفرت قواعد من أجل إنشاء التل فريك الهوائي الذي سيصل من جبل الزيتون حتى حائط ساحة حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك هذه كلها إجراءات لتعزيز الاستيطان وهي مخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات جينيفر الرابعة المستوطنون تبنوا أيضاً أسلوب اختلاق المقابر في المدينة المقدسة تعتمد على زراعة قبور وهمية في التجمعات المقدسية الحساسة للاستلاء على أراضي المقدسيين ولتبدو كأنهم موجودون منذ عقود من الزمن من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة